موسيقى موسيقى مركز التاسع شاهين خليل بن سيف بن احمد بن خريدة وعلى المركز العاشر وصل مربك على المركز العاشر عمير بن الصغير بن قنون بن يرادة لاكتبي من ينطلق على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى اشتركوا في القناة نعود مشاهدين الكرام الى الصدارة نعود الى المقدمة والى المركز الاول هنا شاهين من غير على الصدارة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط صقر بن فالح بن سوقان اللبقمي من انطلق على الصدارة وعلى المركز الاول المركز الثاني الشهم ياتينا على المركز الثاني عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان نكتبي ينطلق على ثاني المراكز والمركز الثالث مكرم محمد بن راهج بن سعيد بن غافرية الفلاسي وياتينا حدث مكتوم بن راهج بن حفيظ المزروعي هنا من انطلق انه على المركز الرابع والمركز الخامس المركز الخامس وياتينا السياف سياف عبدالله بن رملي بن محمد العامري من ينطلق على المركز الخامس وسادس المراكز المركز السادس وصل مربك مربك هنا بانطلاقة عمير بن الصغير بن قنون بن يرادة اللي اقتبي يقدم مربك بهذا الانطلاق والتحدي هناك من الجانب الآخر الشهم سلطان بن مطر بن شميل اللي اقتبي من ياتينا على المركز السابع بينما المركز الثامن المركز الثامن مصيحان في المركز الثامن هنا او في هذه الانطلاقات شاهين خليل بن سيف بن احمد بن خريدة من ياتيب شاهين على المركز هنا الثامن والمركز التاسع المركز التاسع والقادم مبلش عامر بن علي بن عامر المري وعلى المركز العاشر المركز العاشر وصل متعب عتيق بن سيف بن حاضر العميمي يقدم لنا متعب على المركز العاشر هذه هي النتيجة هي النتيجة للمراكز العاشر الأولى نعود مشاهدين الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة من الشهم عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان الاقتبيب من يتابع الشهم على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور شاهين في المركز الثاني شاهين صقر بن فالح بن سوقان البقمي من ينطلق على المركز الثاني والمركز الثالث المركز الثالث ويأتينا مكرم محمد بن راهي بن سعيد بالغافرية وحدث أيضا هنا متواجد مكتوم بن راهي بن حفيظ المزروعي على المركز الرابع بينما مربك في المركز الخامس مربك يأتينا خامسا نعمير بن الصغير بن قنون بن يرادة اللي قتبي وسادس المراكز متعب متعب عتيق بن حاضر العميمي مع متعب على المركز السادس من المركز العاشر إلى المركز السادس هذه اللحظات وفي طريقة إلى الخامس وعينة على الصدارة بينما هناك على المركز السابع المركز السابع الشهم هنا سلطان بن مطرة بن شمي اللي اكتبي من يأتينا على المركز السابع المركز الثامن سياف هنا بانطلاقة عبدالله بن رملي بن محمد العامري وتاسع المراكز شاهين خليل بن سيب بن احمد بن خريدة وعلى المركز العاشر ناصي محمد بن ناصر بن علي بن حمد النعيم ينطلق على المركز العاشر في تحديات شوط الختام تحديات شوط الختام لمن ختام هذه الاشواط الصباحية هل شعار صعب المضمرين كما افتتح اشتركوا في القناة نتابع المسيرة نتابع التحدي نتابع الانطلاق نتابع هنا الشهام نتابع الشهام انتابعنا هذا الشعار في الاشواط الرئيسية في صباح هذا اليوم هنا نتابع ايضا مع اشواط الختام مع اشواط الختام واشواط الانتاج والمنتجين عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان الاقتبari على الصدارة على المقادمة وعلى المركز الاول بينما المركز الثاني المركز الثاني ويأتي شاهين صقر بن فالح بن سوقان لبقمية ضيف القادم من المملكة هنا بهذه الانطلق ولكن ارى ناصي 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 محمد بن ناصر بن علي بن حمد النعيمي على المركز الثالث والمركز الرابع مربك مربك على المركز الرابع اعمير بن الصغير بن قنون بن يرادة اللي يتبه هنا على المركز الرابع وفي المركز الخامس المركز الخامس الصيرمي عبدالله بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي اتانا بالصيرمي في اول ندى اول ندى للصيرمي على خامس المركز المركز السادس المركز السادس مكرم محمد بن راهد بن سعيد بالغافرية الفلاسي من ينطلق على المركز هنا السادس والمركز السابع وصل النائلي هنا شاهين اعتيب بن سالم النائلي الشامسي اول ندى كذلك لشاهين ياتينا سابعا المركز الثامن المركز الثامن والقدوم على المركز الثامن باول ندى لمطفي حمد بن قريع بن روس العامري مع مطفي ياتينا الله 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 بدأت الاسماك تاسع المراكز متعب بعتيق بسيب بن حاضر العميمي وعاشرا مبلش عامر بن علي بن عامر المري هذه العشرة المراكز الاولى هذه الانطلاقات والثنين كيلومتر الثنين كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط والصدارة والمقدمة مع الشهم المسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة من بداية الانطلاق عباد بن محمد بن سلطان بن مرخان يقتبي مسيطر على زمام الامور وعلى صداره وعلى المركز الاول المركز الثاني المركز الثاني شاهين صقر بن فالح بن سوقان لبقمي من ياتي على المركز الثاني والمركز الثالث المركز الثالث مربك على المركز الثالث مربك هنا العمير بن الصغير بن قنون بن ارادة اللي يكتب من ياتينا الله وصل هنا وصل وصل بهذه الانطلاقات مبلش القادم لعامر بن علي بن عامر المري من ياتين على المركز الثالث والمركز الرابع المركز الرابع الصيرمي عبدالله بن راشد بن سعيد بن غافرية الفلاسي من ينطلق هنا على المركز الرابع والمركز الخامس هنا يمطفي حمج بن قريع بن روس العامري هذه الانطلاقات اسمه جديد قادم اسمه جديد قادم هنا ايضا طاير سلطان بن خليفة بن محمد الدرعي وياتينا هنا زناد زناد محمد بن سلطان بن رشيد السويدي مع زناد اول في اول ندى والقادم هنا القادم ايضا المهيب الهلال بن محمد بن طراف المنصوري ولكن الكيلو متر الاخير الكيلو متر الاخير هو الصدارة والمقدمة الشهم على الصدارة وعلى المركز الاول عبيد بن محمد بن سلطان بن مرخان اللي اكتبه ولكن هنا بن سوغون بن سوغون الله 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 هنا ينطلق بهذه اللحظات مع الصدارة مع المركز الاول وصدارة هنا المقدمة في هذه اللحظات في هذا الانطلاق يوسلام التحديوت الاخيرة هنا بهذا الانطلاق وانطلاقة شاهين صغر بن فالح بن سوغان اللي بقمي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول المركز الثاني المركز الثوني مبلش 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 عامر بن علي بن عامر المري على المركز الثاني والمركز الثالث هناك طاير السلطان مقليفة بن محمد الدرعي ولكن الصدارة الصدارة يا بن سوقان الصدوروا هنا على المقدمة على المركز الأول شاهين شاهين على الصدارة صقر بن فالح بن سوقان على صدارة هذا الشوط سلام للمملكة سلام على هذا الفوز المميز تهانين السقر بن فالح بن سوقان لوب كمية على فوز شاهين بالمركز الأول المركز الثاني طاير سلطان مقلي محمد درعي المركز الثالث مبل الشك عامر بن علي بن عامر المري ووصل هنا الشام لعبيد بن محمد بن سلطان بمرحان وزناد محمد بن سلطان برشيد سويدي من حل على المركز الخامس وشاهين اعتيب بن سالم النالي واجسا والتوقيت الزمني التوقيت الزمني هنا لشاهين 13 دقيقة 54 دانية 19 جزء من الثانية تهانين والنموس على هذا الفوز المميز لشاهين صقر بن فالح بن سوقان لبقمي تهانين والنموس على هذا الفوز بينما المركز الثاني المركز الثاني 12 دقيقة 56 دانية 21 جزء من الثانية توقيت مشاهدين الكرام الطاير سلطان بن خليفة بن محمد الدرعي بينما المركز الثالث كان من نصيبه مبلش قاطع المسافة 12 دقيقة 58 دانية أربع من الأجزاء من الثانية تهانين والنموس العامر بن علي بن عامر المري وإلى ملخص السباق صباحي هذا اليوم والزميل حمد بطبيب الشمس شكرا لزميل فايز من غافان الجابري مشاهدين الكرام مستشكرا لزميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة